تدور عجلة الصراع الأمريكي الإيراني على نحو متأرجح بين الحرب واللاسلم لكن هناك طرف ثالث هو الأضعف والأكثر خسائر إنها الحكومة في العراق بنسختها الرابعة حيث عادل عبد المهدي الضعيف أمام الميليشيات وهو كذلك أمام واشنطن لا تحسن الطبقة السياسية الميلة لأحد الأطراف وخسران الآخر لن تخسر الولايات المتحدة التي هي سبب وجودها أصلا في السلطة وكذلك لن تخسر الطبقة السياسية طهران صاحبة الباع الطويل في العراق ومحجة الأحزاب والكتن ذلك الموقف الضعيف للحكومة يتجلى بتحذير رئيسها المستقيل عادل عبد المهدي من مغبة مهاجمة أي مواقع في العراق دون موافقة الحكومة وذلك ينطوي على رسالة لواشنطن التي استهدفت أكثر من مرة مقرات للميليشيات بل وقتلت قاسم سليماني من جهة أخرى حاول الرجل مغازلة واشنطن فتعهد عبد المهدي بملاحقة المسؤولين عن استهداف القواعد العسكرية والبعثات الأجنبية في البلاد بحسب الكثيرين لم يعد بإمكان الحكومة المستقيلة سوى التمسك بتبريرات وتصريحات تخفي وراءها العجز عن مواجهة النفوذ المتزايد للميليشيات التي تدعمها إيران مصادر صحفية نقلت عن مسؤول حكومي قوله إن الولايات المتحدة لديها تصور مبني على وقائع أن التوقيت المناسب هو الأنسب للإيرانيين كي يتحدى واشنطن فهم يعتقدون أن الولايات المتحدة لن ترد على أي عملية بسبب القيود التي يفرضها تفشي فيروس كورونا وملف الانتخابات الرئاسية وهذا بحد ذاته له ما يفنده على الأرض فكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية بمن فيهم وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين يدفعون نحو تشديد الضغوط على طهران بل ويؤيدون بشكل واضح عملية أمريكية محتملة لرضع الميليشيات الموالية لها كما كشفت صحيفة الواشنطن بوست وعلى الرغم من التسارع المثير للمتغيرات في المنطقة إلا أن الثابت الوحيد كما يبدو لكثيرين أن شركاء العملية السياسية في العراق لم يعد بإمكانهم المناورة ولا موازنة العلاقة بين واشنطن وضهران التي تبدو أقرب للمشهد ما ينذر بعزلة تصل إلى حد العقوبات ستفرض على العراق وكالمعتاد سيدفع الشعب الثمن